السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أحمد الحوتي في فيديو جديد من قمارينا ولمرة هذه كلكم متوقعين ريفيو متاعها الرويل جولد ذهبي حاجة في البوكس الخارجي حجمة كبيرة كبيرة من زوم أكبر من السماعة مش تحسابوا أن السماعة يراه كوب الراسي الخواصة هنا مكتوبة تنين والله في العلاقة هذه جميل بجمعة المحلات وهنا أقوى كابشن مكتوب مكتوبة للحياة يا رجل يا رجل دعنا نبدأ في وصفاته هناك مكتوبة أن الخامة خارقة مايك لويز كانسلينج نيو دايميوم نيو نيو 53 جي تري نحكي عن خاصية الراحة لأنها أول سماعة هذه مكونات الأساسية من القماش 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 غير مدائر تظهر خيوط القماش وكما تستطيع التركب على الـ USB 3.5 ومعاهد سبلتر ترقب على طول في البي سي ليس في النقال والساوندرايف الجديد 7.1 تحلت فيه المشاكل الكديمة التي كانت كلها أي انتقاد أي حد كان عندها رأي عندها فكرة وكانت كويسة أو أضيفت للساوند كارد جديد هذا المواصفات هنا تجدوها بجميع اللغات حتى باللغة العربية وبالصينية وأي لغة تفهمها تجدوها هنا أول حاجة خلنا أقرأيكم مواصفات أنه عندك ترد جنرائشن أوف تريوي بوين ترتيفاين ميليمتر نيو دايميوم درايفرز اللي كنت حكيت لكم عليه الساوند كارد جديد التاتشب المو المايكروفون طبعا زي ما نعرف سيرة الرويل كلها مايكروفون راحة عالية جدا وزنها ميتان واربعين جرام فقط يا إلهي يا إلهي كونفينت سوفت فابريك زي ما قلنا مصنوعة من الفابريك وميليمتر مواصفات وعندك زوجة صنا خارقة وطول الكابل كلها 3.6 مع الساوند كارد الهنج متحرك كما نعرف في سيرية الرويل وطبعا من نسبة للسماعة هذه ما الفرق بينها وبين الرويلات الأخريات دعني أول شيء عندك الرويل 1 الأولى اللي فهيها الجيل الأول من شني الـ 35 ميليمتر نيو دايميم درايفرز بعدين عندك بعدها الرويل سيلفر اللي هي حتى هي نفس نفس كل شيء ما عاد الفرق في الودان مش نفسهم متاع الرويل 1 وما فياش معالك صورات اللي هي الـ 7.1 adaptor والـ OTG وسط الـ OTG متاع الطائب سي بعدين نجي بعدها عندك شني اللي هي الرويل وايرلس الرويل وايرلس فيها الجيل الثاني من نيو دايميم درايفرز اللي هي ما زال صوتها أقل بيز متاعها الحدة أعلى والصوت يعتبر أوطى بشوية من الرويل 1 لكن أنا نشوف أنه هيكي الدقة متاعها ما زال أفضل بشوية من الرويل 1 وبعدين نجي هادي اللي هي الجيل الأخير الفرق في الصوت طبعا الحاجات لكسورات التانية والفرقات التانية في الراحة وموضوع الوزن وهكي هاديكي واضحة عليكم عندما تشوف السماعتين وثلاث سماعات ولا الأربعة تفرق بيناتهم من ناحية الشكل الألوان الجلد من شين مصنوع المقماش والجلد الوين نغليضة الوين الرقيق هاديكي اختلافات واضحة لكن الاختلافات اللي لا تستطيع تعرفها اللي هي أكتر شي فيني في الدرايفر وفي المايكروفون اللي هي المايكروفون اللي موجودة في هذه هو السيلفر والوايرلس هو مايكروفون يبدأ المايكروفون الجديد أنقى طبعا هذا مازال أنقى واحد فيهم مايكروفون هذا نجربوه في الأخير الصوت متاعه أنقى وميزة الثانية انه هو شيني يلقط في الضجيج المجاور بنسبة أقل من الإصدار القديم وهذه ميزة تو بعدين في نهاية الفيديو هنديره تست المايكروفون هو تجربة السماعة كلها هنديرها باستعمال المايكروفون هذا اما بنسبة للدرايفر هذا البيس فيه بداية أقل هلبه الحدة بدت أعلى وفيه المارجن بين الفرق بين الترددات بدايه أنقى يعني بمعنى شيني الفرق بين التردد التردد بدايه يتميز أكتر في السماعة هذه بمعنى فيه حتى أصوات كنت ما تسمعش فيها أنت بالرويل الأولى حتوك تسمعها بادي الصوت متاعها أوطب شوية من الرويل الأولى لكن نقاوة أعلى وبالنسبة للعزل العزل في الرويل الأولى أعلى لأنها هي شيني فيها فيها الودان متاعها جلد لما تركب الودان للجلد لكن لما تركب ودان الجماش العزل الأقل لكن هادي ميزتها هادي مبطنة بالجلد من الداخل ومنبرر الجماش العزل متاعها ومعقول كويس نوعا ما لكن ميزة لما أنه تكون جماش هادي ميزتها أن الصوت بداية تسرب بمعنى ما عاش فيه صوت يتردد داخل الودن بمعنى أن حدة الصوت حتكون أفضل والقصة هادي والميزة هادي حتكون أفضل فيها العاية والشوتر الصوت مفيش حالة تهرب بمعنى صوت الرصاص وصوت الرجلين معاش لو قلتها تحس أنه فيه هوا يخش لودنك يضرب فيودنك يعني معاش تسمع تحس أنه في زي زي دفعك يجي لودنك مع كل رصاصة ما لأ تسمع أنت زي كان زي كانك تحس أنه في حد يقولك هذا هذا الصوت الرصاص دماغك يعرف أنه صوت الرصاص من غير ما ينزج دماغه ومن غير ما يحس بمضايقه خليتهم نخشوا على البوكس الجميل حق المرة هادي البوكس نكلف هيا أفتح تهي أها البوكس المرة هادي حاجة خارقة نام دانينا بين الشاف و الجوب السماعة متربعة على عرشها هنا هنطلع السماعة السماعة زيته و هذا بعكس متاعتها نجيك السماعة كده يخلوا خلوا السماعة أخر حاجة نحكوا على الحاجات اللي يجي معها يجي معها هذا الورقة متاع الضمان والورقة اللي فيها المواصفات ويتفاهمك كل الطرف شن ميزتا وشن فايتا يو السبنجا وهادي اللي مفروض ما تاكلهاش سم وعندك الحاجة الجنينة هي هادي لما حكيت لكم عليه لما حكيت لكم عليه موضوع لأنه مصنوعة حاجة فيه هنا مش زي المايك الأول المايك هذا مصنوع بطريقة فيه بلاستيك بشكل معين إنه يحاول يلقط الصوت اللي من جاي من هيك فقط يعني هو حيلقط كل أصوات طبيعة الحال أي مايكروفون لكن يبدأ أقل بهلبة الأصوات الجانبية مقارنة بشيني الصوت اللي جاي قدامه المايك ميزتا لو تديرها مستقيم يقود وقف إمكانه لو تتنيه زي ما يجي يقعد ثابت في هلبة مايكات تحسها يقود يولي إمكانه لما تحطها علي ودنك توان ركبه في السماعة ونوريكم مشين نحكي باح نجي معها وصلة الوتي جي هادي يوس بي نتركبها هنا في السبن بوينتون دابتة وتقدر تستعملها علينا أقالك يبدأ تايب سي هني ميزة جميلة والخيط اللي هو طويل للأرض للأرض هذا ميتر ونص صورتها ميتر وثمانين وهدي اللي نزلت للكم صورتها هني شعار رويلو هني يقبولها هني من جهته هدي ميزة حلوة في السبن بوينتون أدابت الجديد هذا الخارق اللي هو مية وثمانية بي الصوت فيه أحلى في القصة كانكم ملاحظين قبل في رويل أولى فيه شوية تشويش لما تنحي كل أصوات تسمع صوت فيف في الخلفية في بعض الناس اللي عندهم مدانة والله يبارك يحسوا فيه الصوت هذا يبقى يكون واضح عندهم هذا مش هتحس ولا أي درة حاجة فيه زواز مداخل مدخل المايك ومدخل الصوت يعني لو تبي تستعمل السماعة هذه في الصوت بس تقدر تحطها هيكي وتقدر لو لو عندك مايكروفون تاني مثلا يكون يكون مايكروفون هادي مزيتها هتعطي فولتية أعلى فبمعنى الصوت متاع المايكروفون متاعك لما تتركب هنا هيكون أنقى حتى من من المفروض أن يكون تركب السماعة طول هنا سماعة جي معها سبليتر هذا هي شين الميزة هذه الحلوة الميزة الحلوة في الموضوع هذا أن السبليتر هذا تقدر توصلها طول في البيسي متاعك وشيني تقدر تنحيه وتوصل السماعة هذه لو عندك مثلا أنت لابتب في مدخل واحد تركبها طول ولا تركبها في النقال بمعنى عندك عالي في عندك هكي وعندك تركبها هكي طول في بيسي متاعك لو عندك مداخل وتقدر تركبها يو اس بي طول وتقدر تركبها تايب سي كل الخيارات عندك موجودة بأجمل الخيارات وتو خلنحكو لكم توا على السماعة اللي هي محور الحديث متاعنا الخامة اللي تعرفوها طابع هنا الشعار اللي هو عاكس ما يبانش يبان مع الضيك اللي ما يعكس عليه لقطة جميلة حلوة المنظر الكلاسيكي الحلو اللي نعرفوه للرويل والأهم من هذا كل الوزن الخفيف للأرض الوزن الخفيف للأرض الكابل السميك للأرض حتى هو الحلو اللي نعرفوه اللي هو تتحكم به من تقدر تحكم به في الصوت وخفيف ما يديرش عرقة لو ما يتبتش ما يحصلش في الطاولة مثلا لما تبدأ بجامج بيكي وفيه التحكم بالصوت فيه التحكم بالمايك اهه اهه سميك الخيط للأرض وتقريبا سمك الخيطين هم نفس بعضه مازال اللي سبب ويت وان اسمك بشوية تقريبا سبب ويت وان ادابط هذا والميزة الحلوة انه هو طول الخيط تشده معي هاد ادراع ادراعه تلات درعان اربع درعان خمس درعان ونصف خمس درعان ونصف بمعنى السماعة متاع البي سي متاعك ترميع في نهاية الدار وتعاكس تقدر تلعب حتى بالجويستيك مثلا لو تلعب الجويستيك اه البي سي بتحطى بعيد وانت تلعب ماوس كيبورد ما يهمنيش اني بش انت تتلعب به المهم من تقدر ترميعها في اخر الدنيا تلعب بحياتك سعيدة هادي مميزة مميزة جدا ولا لو انك انت طلعت بتاخد حاجة ممكان تاني من دار في اجداء انك تنح سماعة مره رحت ولا لو انك انت طاولة متاعك كبيرة حاط عكس البي سي متاعك في مكان في خندق ما يعني ما تخافش من قصة الاتجاهات باه هنا المايك هيك يركبناه مايك شيني حكاية لكم بكري على موضوع متاع شيني ان المايك تابت في مكانه في هلبة سماعات لو انك مجرب سماعات هلبة اللي هي وخصوصا شيني اللي فيهم المايك هادا يتنحى متن تحطه هكي يوقوا دي ينزل وراح ايكي مايتبتش في المكان اللي انت تنبيه لكن لا هادا يتبت في المكان او ايما تحطه يوقوا دواغ في المكان ما عايش تحرك ربي هنا تبي فوق خشمك للناس اللي يتنفسه لكن هي ميزة طبعا في انش شاف هادا ناحية صوت التنفس احسن حاجة ان ديما نحط فيه هنا هيك تحت الفم اا ما يلقطش الدفال وصوت الخشم بعيد عليه لانه هو يلقط في الصوت ايكي الصوت الخشم اللي بيجيك التنفس بيجيكي مش حقيقة اا خارق نحكولكم على موضوع الراحة هنا من فوق اا قماش اغليض لو تشوفوا تلاحظوا مش متن زي في لو ملاحظين ارقب شوية في ميزة وفي عيوب يعني لكن اا لكن انا بنسبة لي نشوف كل ما اغلط كل ما خير في ناس تشوفوا كل ما رقب كل ما خير اا احلى حاجة هنا في الموضوع بتوع التواجه هو يوقد بش يولي بتاع في الموضوع لي اعزاس ان هو ميموري فوم لكن هو في الحقيقة ما هو ش ميموري فوم يلاحظوا معي هنا هاتوا? لاحظ هو كيف لا بنلخي كداش بيوقد كل ما كان ميموري فوم جوتا اعلى كل ما ياخد واقد اكتر بش يرجع لشكل الطبيعي شوفوا اخدائي قليد في تلاتة ولا اربع تواني بش يرجع لشكل الطبيعي طبعا لو اخديت السماعة خيصة ولا احراف رخيصة طول انت مع صبعك بيرقبه بطول. زي ما حكيت لكم حتى على الحاجة الثانية الودن هنيه نخل نحاها هادي. الودن طبعا تقدر تنحاها تقدر تشري اي ودن تانية. طيبة. بتوفر قطع غيار. هنيه من داخل جلد. هنيه بطنة من جلد من داخل. ومدايرين القماش من هنيه فقط بالشنيه. يريحك. وانا هادي السماعة طبعا نستعمل فهالية قريب بتمانية شهور تقريبا. الوحدات هما. من الاصدار الاول نسخة الاولى طبعا هادي اخدت منه ثلاثة نسخ باش استقرينا على 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 الصوت وعلي كل الحاجة تانية على الخامة على الودن هادي ليش اخترناه ومكي. المهم حتى في الصيف اللي فات لعبت بها الحق راحة مش عادي ما احكي لكم مش احسن بالبة من جلد. احسن بفرق كبير من جلد. ما زي ما قلت لكم ميزة ميزة كل شي في في القماش هدا احلى احسن في كل شي ما عادة في عزل الصوت اللي هو يسبب ليكيج ولي هو انا اصلا منسبة لي نشوف في ميزة على جلد. يعني هكي راي شخصي فالعب الشوتر. خلي توها تمينها من السماعة نمشو لاختبار المايك واختبار السماعة على البي سي ونجربها على العاب الشوتر. لاتس جو. توها هاو تسمع في تسجيل الصوت من المايك بتاع روحي القولد موصلة ومعادل تعديلتي لو حالين قاعد نهمس اصلا البنتراك دوراي. امور طيبة تو بعدين بخشوش هنا على السوفت وير وكيف تنزل السوفت وير. تمشي للموقع بتاعنا game arena dot ly. تخش على الموقع. تخش على gaming headset تمشي 7.1. جي هنا اول وقت عندها تلقاها الروي الاسم ميتش وان جولد. نجي هنا لتحميز سوفت وير ضغط هنا ولو انت دقافتك انجليزية تلقاها كليك هير. يرفعك للرابط. تلقا هنا داونلود نزل سوفت وير والتبتة بكل بساطة يقول لازم السماعة تكون متوصلة بالجهاز. تركب هنا تمانا تطلع على الكاميرا هنا. تخش اول حاجة اول خيار هنا في ميزة حلوة انك تقدر تنقص صوت من ودن وتعلي من ودن تانية لو انت عندك مشاكل في الودن الله هو اعلم. ولا تقدر تعلي وتنقص مع بعضه مني. تمشي الخيار لبعض السامبل ري تاني نادي من ندير فيه تمانية واربعين كاميرات في بعض الناس يحسوا ان الاربع واربعين بوينت واحد كيلو هيرتز احسن شنميزة في الاربعين والاربعين شفت بين كل تردد وتردد حيكون اقل شني في تمانية واربعين كامير بمعنى تمييز الصوات اعلى. قدامكم نشوفو في الشارت هنا ريتوا كيف. تمام. عندك الايكولايزر هنا تقدر تعدل في الترددات من الثلاثين للستة عشر كيتخيلوا معي. يعني حاجات اللي تقدر تعدل تقريبا في الالعاب. يعني كل صوت في اللعبة تحت تلقاء ضروري متحدد هنا في واحدة من الرينج متاع الترددات امام. هيا ما مسش في الايكولايزر انهم انفيرومنتل افكت لو تبي الصوت سمتاعك يبدأ الصوت اللي تسمعه صوت زي كان لك في حمام ولا مش عارب شين يدوه فاضية حجم الغرفة هذا بيقتر فيه علو الصوت ولا نقصان الصوت تقدر تعلي الصوت تحط انا روم سايز لكن انا ما نمسش في الامفيرومنتل هادي الحاجة المهمة اليو سيفن بوينت ون فيرشوال سبيكر شيفتر نخلي فيهم زي ما هما الدبليو هادي يمكن نحط فيها في السنتر اه ها 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 هي في امكان كل حاجة وليفت سبيكر وليفت وهناي وليفت باك وليفت فرونت وليفت سنتر ورايت باك ورايت سنتر ورايت فرونت هتتعدل في الاصوات هادي هتحصل تجربة ترضيك اكتر نظم امورك تقدر تباعد وتقرب تتوى الصوت هيكون اعلى لكن شيني تميز اصوات هيكون اقل بشوية خليها زي ما هي بالنسبة لي انا امور يلوز معه باحت تلقى الاكس قير افكس قبل كل شي اه اكس اكس اير سراونت ساونت هادي مهمة للمليون ديرها مشيني تتيد في الحدد الصوت بشكل ملحوظ للمليون ما غير ما تسبب اي تدغليشة في الصوت وهادي السينج افكس هادي لو تبه يتغير في البيتش متاع الصوت متلا نمشو اي فيديو هني في اليوتيوب صوت على صوت على الشات ماتلا الصوت هنه يدير البيتش هنه واضح الفرق في البيتش تاو فهمتوا شنو اراتوا كيف تاو تنقص في البيتش الصوت يبدأ اغلط وارق وترود ده طبيعي انابل فوكل فايدنج هادي الفايد الفايد اللي عنده شيني يبدأ الصوت مغموم وبعيد وهكي احد هادي يمكن تأتر شوية الحق في الاسوات انا نحن بنرايه نشوف ان هاديك افضل امورك با هاي خرد اديك با هاي او سكتي خرع با نمشو لي اعدادات الماكروفون انا زي ما قلت لكم دير عليه ستة خمسين ماشي معي تسمى في الصوت لوز حتى هو دير على ثمانية واربعين كيلو هيرتز با نمشو لي اكس ايرسينجر حتى وادره تبت خير صوت بتاعك زي توه تشوف في انا في صوت يا رب الله دعك من هذه الخزعبات التي تبعنها فانك اولاد الله في يوم لا تريد لو تماني يحسي باعي وعطوي ولاك يكون الايكو ضعيف وبسيط زي ما قلت لكم من البداية نهمس ناحي الايكو ماجيك ساون في ديركي ونحن ستتوت لا توجد اخرى لا توجد اخرى بسيط زي ما قلت لكم هني عندك الصوت المبطة وهني صوت تكرر دل راحك لو في حد فيكم يعني عنده نقص في الشخصية ولا مش عارف شني استعمله كويس مساعد وهني صوت في ملحة ونقص في الشخصية نفس الاسباب مش عارف الموم والمايكروفون بوست هذي تشوفوا الفرق في الماكروفون بوست هوا وبين لما نولعها فرق ملحوط صح ولا فرق ملحوط اجل ادري ادري انه فرق ملحوط خلاص هوا خلي نخشوا علشاني تجربة الكيمينغ في حبيبة الملايين سيس كو واللي قولنا سيس كو ما تنفعش يجي يجي يجيني 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 خانت فاهمني ويا راس براس بحاجة حلوة بتسمعكم دقة المايكروبورد انه دوا قعد نهمس دوا بهاي دعطوا القصد اللمان الصوت هوا متعريها كونا مش عارف شنوها ريتوه المايكروفون ياخد تلودات حادة للمليون اللوز والميدز والهايس خاجة هاما نحكي لك الشاي خنخشوا عنه نجربوا موضوع السراند ساوند بنحكي لكم شوية على الميدز واللوز والهايس نوريكم تجربتي يعني لو صوت الرصاص شيني يفرق هذا الصوت الرصاص طبعا معروف انه هو اللوز اليوم ما الحاجات اللي بيس بتاعهم عالي هادو اللوز والميدز اليوم ما صوت الكلام والهايس رصاص حاجات حادة صوت خبيش وليبر رجلين هادو هما شيني اللوز مفروض اللوز احنا نعطوهم كنستراشن اكتر من الهايس لان الهايس اصلا بتسمعوا غصبا عنك صوت الرصاص بتسمع غصبا عنك فهاتو بنوريكم الفرق بناتو نبيح نحط البوتس كلهم ضدي توهيك البوتس كلهم ضدي اصوات خنقل الصوت شوية كلهم بتسديده واحدة سبون هنا واحدة انه جايني واحد جايني من غادي احيا احيا عني احيا 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 اح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة